وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام السلطات الإسرائيلية بالسماح بمسيرة استفزازية لليمين الإسرائيلية عرفت بمسيرة الإعلام في القدس المحتلة مؤكداً أن مثل هذه الأفعال التي تجري تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبمشاركة من بعض رموزها تصب الزيت على النار وتدفع بالأوضاع إلى حافة الانفجار في الأراضي المحتلة وقال أبو الغيط أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة وتشجيع من الحكومة اليمينية وأعضائها يمثل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين باعتبار ذلك يمس واحداً من أقدس الأماكن لديهم